هذا وقد شارك سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في أعمال الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في أسيا سيكا والذي بدأ أعماله اليوم في جمهورية كازاخستان هذا وعقد الاجتماع برعاية فخامة الرئيس قاسم جومارات تكييف رئيس جمهورية كازاخستان وبرئاسة معالي السيد أكان راكم تولن نائب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية كازاخستان وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في المؤتمر ومشاركة السيد خيرة صاري باي المدير التنفيذي للمؤتمر وألقى سعادة وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع كلمة أكد فيها على أهمية الدور الحيوي للتعاون الإقليمي والدولي للعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أثبتت أنه في عالم يزداد تعقيدا وترابطا لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي والمستدام والتنمية إلا من خلال العمل مع الأصدقاء والشركاء الإقليميين وقال سعادته إن مملكة البحرين أكدت تمسكها بالمبادئ والقيم الراسخة التي توجه سياساتنا والتي كانت دائما جزءا من ثقافتنا البحرينية والتي تم ترسيخها من خلال رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه وفي مقدمتها همية التعايش والحوار والاحترام المتبادل كأساس جوهري للعلاقات بين الدول والشعوب وقاعدة صلبة للسلام الدائم والأمن والازدهار مضيفا أن مملكة البحرين تؤمن بهمية المنتديات الإقليمية مثل منتدى سيكا لأننا على يقين بأنها محافلة مثالية لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ والإثبات قيمة التعاون الإقليمي الحقيقي في تحقيق فوائد حقيقية وعملية لدول أسيا وشعوبها وقال إن مملكة البحرين سوف تتولى قريبا رئاسة حوار التعاون الأسيوي مما يوفر المزيد من الفرص للتقريب بين دول المنطقة الأسيوية مع التأكيد على همية نقاط القوى الفريدة لمثل هذه المنتديات وأوضح الوزير أن مملكة البحرين على ثقة بإمكانيات قارة أسيا بمواردها المتنوعة والوفيرة وشعوبها ذات الحيوية والكفاءة وخبرتها الفنية جنبا إلى جنب مع تراثها وثقافتها الغنية معربا عن اعتقاده بأنه من خلال تسخير هذه الإمكانات عن طريق المزيد من التواصل والتعاون يمكننا تحسين حياة شعوبنا وتحقيق الأمن الحقيقي والازدهار الدائم والفرص الحقيقية لجميع شعوبنا وأكد الزياني أن مملكة البحرين تقدر كثيرا هذا المنتدى الإقليمي كمنصة قيمة للتفاعل وتبادل المنفع بين الدول في منطقة أسيا ومحفلا مهما لتعزيز أمننا الفردي والجماعي وكذلك لتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء أسيا